مشاهدين لتحليل أبرز ما جاء في البورصة المصرية ينضم إلينا عبر الهاتف أستاذ سامح حلال محل الأسواق المال مرحبا بكم سيدي على قناة أزالي ببرنامج أرقام وأسواق أهلا نحن بحضرتك في البداية أستاذ سامح ما تفسير حضرتك لتعرض المؤشر العام لبورصة مصر لعمليات جني أرباح في أول جلسات شهر أكتوبر والله إحنا في الحقيقة لما بنيجي نتكلم على مؤشر إجي إكس 30 آآ النهاردة إحنا بنقرر آآ بشهر تمانية نعم آآ إحنا لو جينا نعمل المقارنة هنلاقي إن آآ مؤشر إجي إكس 30 أغلق في شهر تمانية الماضي آآ عند تمنتاشر ألف آآ وتنمية وتمانين نقطة آآ في حين إن هو انتهى شهر سبتمبر آآ عند عشرين ألف مية أربعة وسبعين آآ بالتالي أنا بشوف إن آآ كان ارتفع في خلال الشهر بآآ حوالي آآ ألف وربعمائة نقطة آآ فطبيعي جدا إن أنا إن في خلال شهر بيرتفع بالقوة دي أو بيرتفع بالنسبة بالنسبة تعتبر مش قليلة فطبيعي إن أنا بشوف جني أرباح على مؤشر إجي إكس 30 وإن الموضوع ده مش هيخد أكتر من جلستين وإن المؤشر هيعود تاني لمحلة الصوت برأيك أستاذ سامح ما هي توقعات بشأن المؤشر السبعيني بسوق مصر لا سيما بعد سيطرة اللون الأخضر عليه اليوم إحنا لو كلمنا على مؤشر إيجي إكس سبعين هنلاقي عكس إيجي إكس 30 هو كان بالمقارنة للشهرين هو كان في أغسطس كان شهر بالنسبة له شهر جيد وكان قافل عند 3,729 سبتمبر هو حقق خسارة وقافل عند 3,785 بالتالي المؤشر كان في وضع تصحيح والأسهم كانت في وضع جني أرباح فأنا بشوف إن هيحصل تبدين مراكز في خلال الفترة وإن هيحصل تدفق النائد دي في سيولا تدخل على مؤشر إيجي إكس 70 في خلال مرحلة الجاية وهيكون مستهدف لأنه هو يتجاوز المقاومة 3,829 لحققها للشهر اللي فات وأنه هو هيحصل للصعود ويحصل إلى 4,000 نقطة إن شاء الله سيد سمح بالحديث عن الفرص أين توجد الفرص في السوق المصري الآن؟ نكوننا نتكلم النهاردة على فرص نحن نرى قطاع الإسكان والمئولات هو قطاع واعد، قطاع البنوك، قطاع برضو واعد وبالأخص البنوك اللي فيها بنك الستمار القومي مساهم لأنه طبعاً كان فيه تعديل في أنه هو هيتخلى عن مساهمته في البنوك أو أمتاً في الشركات اللي هو مساهم فيها بجانب طبعاً قطاع الأسمنت لسه محققش أي هدف ربحية فأنا بشوف أن الثلاث قطاعات دول هيكون لهم مسيرة كويسة بجانب طبعاً إحنا مركزين جداً على قطاع البترو كيمويات لأن ده قطاع بالنسبة لمصر حالياً وبالنسبة للحكومة هو قطاع واعد فبالتالي بننصح المستثمرين أنه دايماً يحتفظ بأسهم بقطاع البترو كيمويات إذن سيد سامح متى وقعت حضرتك للسوق الفترة المقبلة؟ السوق إحنا بنشوف إيجي إيكس 30 أو البرصة المصرية مثلاً حققت قمم تاريخية في خلال الفترة اللي بنقول عليها فترة قليلة تقريباً يعني في خلال ثلاث شهور أو الربع الأخير اللي إحنا عدناها الربع الثالث فبالتالي الوضع الحالي لو إحنا بنواجه تصحيح أو جاني أرباح لا الفترة اللي جاية لسه السوق هيكون في فترة صعود مش عادية الأسهم هتحقق أرباح ومازالت زي ما قلنا في البداية أن أفضل استثمار في خلال ثلاث عشرين هو الاستثمار في البورصة المصرية ما زالنا إحنا عند رأينا أنه أفضل استثمار هو الاستثمار في البورصة المصرية وإحنا النهاردة لو وقفين عند العشرين ألف لا إحنا مهم هنشوف الواحد وعشرين هنشوف الواحد وعشرين في المرحلة اللي جاية سيدي دعنا ننتقل إلى نقطة أخرى أعلنت مؤسسة بوت سيراسل البريطانية عن وضع البورصة المصرية بقائمة المراقبة حتى مارس من العام المقبل يا ترى ما الأسباب وما تأثير ذلك على أداء البورصة المصرية بس أنا أقول لها هذه حاجة هما ما أعلنوش عن الأسباب بتاعتهم بس أنا من وجهة نظري أنه هما أنه أنا بشوف أن الوضع ده زي ما بيقولوا كده ده تصدير أزمة أو نشر شائعات ودي بتكون غرض وده حصل تقريباً شهر في التقليفات مؤسسة مورجان صدر التقريب بحاجة زي كده برضو وبرضو قالت أنها هتراجع مؤشر بورصة مصر بالنسبة لمؤشر مورجان فأنا بشوف أنه ده بيكون للضغط على البورصة المصرية بحيث أنه هو يحصل مرحلة بيع ممكن يكون هو بيستغل البيع ده بكل مؤسسات من طرفه أنه هو يشتري الأسهم المصرية بأسعار تعتبر رخيصة كأسعار سوقية مقارنة بالأسعارها أو بقومتها الدفترية طيب في نقطة كمان احنا ممكن نتكلم عليها أنه هو لما بيبس خبر زي كده أو بيقول شائع بيبس الزهر المستثماني الأجانب صحيح فبيخليهم أنه هما يكون اتجاههم اتجاه بيع وبالتالي هو بيعمل ضغط على الدولة أو على الاقتصاد والسياسة النقدية بحيث أنه هما بيكونوا عايزين محصلة العملات الأجنبية وأنهما يبتدون أنهما بيطالبهم بتحويلها طيب وأنا هستغل حضرتك وهستغل وجودي مع حضرتكم برنامج أرقام وأسواق وأنا أشد البورصة أن هي تقدر تقرير الدورية اللي هي بتعملها كل شهر أو كل ربع أن هي تنشرها في جريدة باللغتين بحيث أنه إحنا ننشر الأرقام لأن البورصة يعني أرقام يتطلع الطرف الآخر على هذه الأرقام كل الأرقام الناس كلها تتطلع عليها كل المؤسسات لأنه أنا النهاردة لما بتكلم على بورصة بالوضع اللي هما بيقولوا عليه أنا لو كان لو أنا قرمت بورصة مصرس نفس التوقيت من السنة اللي فاتت هلاقي أن البورصة كانت السنة اللي فاتت المؤشر بتاعها تقريباً عند 9800 نعم النهاردة إحنا بنتجارز العشرين ألف معنى كده أن اللي بيقوله ده آآ ده بدون أي أسباب عنده أنا النهاردة بحقق أرقام تاريخية آآ بشوف العشرين ألف مؤشر مؤشر اي جي اكس تلاتين آآ معنى كده إن هو فعلاً بيصدر أزمة آآ بيقولش عن البلد آآ عن البورصة آآ ليه غرض آآ أنا ما قدرش إن أنا أقول غرض وإيه لكن إن أنا آآ آآ أقدر أستنبت منه إن هو مجرد إن هو عملية ضغط على على البورصة وعلى الاقتصاد صحيح صحيح إذن أستاذ سمح بالحديث عن الشركات شركة فاليو التابعة للمجموعة المالية هيرموس اليوم أعلنت عن توسع للعمل في دولة الأردن واستبعاد السعودية من خطتها المقبلة يا ترى ما تعليق حضرتك على هذا الخبر آآ شركة فاليو دي الأول شركة تكنولوجيا الخدمات المالية وهي تابعة للآآ اللي هي هرمت سابقا آآ اللي هما بيعلنوا النهاردة هو طبعا بيقول إن هو عنده خطة توسع في شمال أفريقيا والشرط الأوسط آآ وده أكيد بعد آآ دراسة وأبحاث آآ للشركة علشان خطر تبتدي إن هي تعمل آآ مستهدف أسواق جديدة آآ هي اخترت الأردن لأن هي قالت إن فيها فرص وعادة آآ بالنسبة للسعودية هو أنا أعتقد إن النظام في ملافع السعودية مش هيطابق آآ مش هيواسق كمان نظام الشركة بالتالي أنا أشوف إن هو مش مستبعد في المرحلة الحالية لأ آآ ده هو هيكون بعيد كل البعض إن هو يقدر ينزل آآ السعودي نعم آآ آآ أعلن عدد كبير أستاذ سمح من الشركات المدرجة ببورصة مصر حتى الآن عن نتائج أعمالها وأيضا آآ خطط التوزيعات القادمة ما رأي حضرتك في موسم الإفصاح بشكل عام وكامل آآ أنا أحب أقول إن الإفصاح الأول مبدأ من مبادئ الحوكمة آآ وإن اللي بيحصل النهاردة في البورصة المصرية بين كل الشركات تقريبا ملتزمة بالإفصاح باللغتين آآ ده بيقول إن البورصة المصرية آآ في مرحلة آآ كفاءة آآ آآ ودي آآ بتصير بالنسبة للبورصات العربية إنها بتجعل مصر آآ في المقدمة وقبلك المستثمرين آآ لأنه طبعا المعلومات آآ مهمة جدا للاتخاذ القرار بالنسبة للمستثمرين آآ آآ إذن سيد سيدي العزيز ننتقل للأسواق العالمية أبدأ أبدأ مع حضرتك أستاذ سامح من أسعار النفط التي تؤثر على حركة أسواق المنطقة يا ترى ما توقعت حضرتك للنفط وأسعار النفط في الفترة المقبلة نحن في المختصر النفط أغلق عند 90 دولار و77 سنت الجلسة اللي فاتت وأنا بتوقع أنه هيزورة 93 سنت ال93 دولار آآ آآ أنتقل الآن الأسعار الذهب عالميا أيضا أريد أن أعرف من حضرتك إلى أين يذهب في الفترة المقبلة آآ آآ بده سوف أن هو تقريبا آآ دي كانت آآ 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 دي كانت آآ في الجلسة لي في القصارة في الجلسة اللي فاتت آآ 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 من ناحيتي آآ انا بس آآ 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 أنه هو يقف عند الالف تبتمثم 48 دولار ده المرحلة الجاية لسه هو عنده نقطة دعم قوية هيزورها 1812-1813 هيزورها الأول وبعد كده يعود الصعود عنده 3 نقطة مقاومة عنده 1855-1885 علشان قاطر يوصل لـ 1800 دولار الأستاذ سامحلال محلل الأسواق المال بشكرك شكرا جزيلا على مشاركتك معنا في حلقة اليوم